السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حارس منتخب الكونغو الديمقراطية يقول المتخب المغربي حرمنا من التهول المونديال وسنثأروا منها تحدث ليونيل مباسي حارس المرمى منتخب الكونغو الديمقراطية عن المباراة التي ستجمع الفهود بأسود الأطلس لحساب دور المجموعات لكهز أمم أفريقيا الكود دي بوار 2023 وقال مباسي في تصريح النقل الموقع الرسمي للتحاد الكونغو الديمقراطي القدم أن المنتخب بلاده يرغب في الثأر من المنتخب المغربي الذي حرمه من تأهول كأس العالم قطر 2022 وأكد مباسي أنه يرغب في الفوز على المنتخب المغربي مضيفا بالقول لقد تمكنوا من اتزاع بطاقة العبور إلى هذه المنافسة إنه نوع من التحدي وشدد مباسي على أنه بالنسبة له يجب أن تكون تنافسيا مع منتخب من حجم المنتخب المغربي في السيما وأنه لاعب من مستوى عالي على حد خونه وكانت قرعة كأس الأمم إفريقية التي تحصدنها الكود ديفوار اتبارا من 13 يناير جاري إلى 11 فبراير القادم قد أوقعت منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن المجموعة السادسة بجانب كل من المغرب وزامبيا وطنزانيا وسيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نديره المغربي في الواحد وعشرين من يناير جاري انطلاقا من الساعة السادسة زوالا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت المغرب وذلك لحساب الجولة الثانية من دور المجموعة في حيات الإشارة إلى أن المنتخب المغربي كان قد حجز بطاقة التأهل لمنذية القطر على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية بذلك تعادله معه دهابا بهدف مثله بكينشاسا وسحقيه في مباراة الإياب بأربعة أهداف لهدف بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء لحساب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الخبر ونشكركم على تتبعكم ونشكركم كذلك على الدعم الذي نحظى به مؤخرا في القناة وشكرا لكم